برحب حضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نتكلم عن موضوع مهم جدا يمكن شاغل العديد من رواج المصايف أو الشواطئ الصيفية دايما بنلاقي الشباب على البحر كده كل علاقتهم بالسباحة والعوم هو نزول البحر في المصيف وبس يعني لهم متعلمين العوم بشكل professional ولا هم بيعرفوا يعوموا كويس أو يعني لو فيه أي مشاكل لو فيه موجة عالي وعلى الرغم من كده بتكتشف تصرفات سلبية جدا منهم ممكن لقدر الله تتسبب في غرق وده اللي خلينا النهاردة نسأل طيب إزاي نلتزم إيه هي التعليمات والإرشادات اللي ممكن خلينا نلتزم بيها من جانب المنقذ اللي موجود على الشاطئ يعني إيه الأعلام اللي بنشوفها لين نهاردة إحنا ممكن ننزل شاطئ معين أو بحر معين نلاقي عالم لونه أحمر أو عالم لونه أصفر أو عالم لونه أغدر معناها إيه الألوان دي الحقيقة للناس اللي بتروح تصي في أي حتة لازم تسمع كويس أوي كلام المنقذ الشخص ده موجود في مكانه عشان يحمي حضرتك ويأمن سلامتك وإرشادات وتعليمات نزول البحر في المصطية فنتعرف عليها النهاردة بقى من الدكتور هشام ربيع المدير الفني للإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص ولمناورنا النهاردة في صباح الخير يا مصري أهلا بيكي حندم أهلا بيكي يعني أهلا بيكي إحنا للأسف كل صيف بنلاقي العديد من الحوادث شباب صغير بنلاقي إنه تعرض للغرق وبالرغم من بعض الإرشادات اللي ممكن نشوفها على الشواطئ زي شيف سلوكيات بعض الشباب في العوم ونزول البحر عمتا في المصيف بص حياتك الأول صباح الخير على أم الدنيا صباح الخير على حضرتك صباح الخير على كل مستمعين صباح الخير على الأستاذ الدكتور أشرف صبحي المشرف العام على مبادرة رأسية اسمها مصر بالغرقى صباح الخير على الكابتن سامح شهزة رئيس الاتحاد المصر وغسل إنقاذ وعضواج صدارة الاتحاد الدولي صباح الخير على كل المهتمين بالمجال طبعا لحياتك احنا بالنسبة لأيام اللي احنا فيها أو أيام الصيف تحت تحديدا احنا تقريبا في عمق الصيف ودايماً كل سنة بيحصل عندنا موضوع لحالات الغرق ويمكن دايماً يحصل فيها حالة أو حالتين أو حاجات بتسمع بزيادة قوي يمكن الموضوع قلع لأول كتير تبقى للإرشادات أو تبقى للحاجات اللي احنا شغالين فيها للمبادرة في مبادرة أطلق فخامة الرئيس اسمها مؤسر بالغارقة المشرف العام عليها الدكتور أشرف الصبح وفيها سبع وزارة تربية والتعليم وزارة الصحة والدفاع من أكتر الناس مهتمين بالموضوع ودكتور أشرف الصبح الحقيقة ومركز قوي في الموضوع ده ودايماً بيدي دفعة ووزارة الدفاع الى حد ما احنا عندنا مشكلة دايماً في وزارة الصياحة في حتة ان احنا آآ مين اللي يشرف على الانقاذ مين اللي يمشي على الانقاذ حاجات كتير جداً سلبية بتقابلنا لكن في اصل الموضوع الى حد ما الامور ماشية لكن في اصل الموضوع الغرق بيحصل ايه? اسباب الغرق تبقى للناحية العلمية والدراسية الحاجات حاجات كتير الخوف والشجع والحاجات اللي بدي اسمع عنها لكن في سبب رئيسي موجود عندنا ده ومن خلال العمل اللي احنا شغالين فيه اللي هو عدم اتباع تعليمات المنقذ. المنقذ ده حضرتك حياتك كان فيه صور تتعرض. المنقذ ده هو هو الكنترول بتاع المياه. مين اللي يستخدم? مين اللي ينزل فين? ايه الاعلام اللي تترفع? الوحيد اللي يقدر يحافظ على الروح الناس. للأسف احنا ما عندناش ثقافة وده من خلال متابعات الفترة اللي فاتت. هنيمكن الفترة اللي فاتت موجود في الساحة العمال برضو بنعمل متابعات لكل الشواطئ. ان ما فيش احترام لكلمة المنقذ. المنقذ ده شخص عادي جدا. لو احترمناه واحترمنا كلمته صدقيني الموضوع ده هيقل بنسبة تسعين في المية خمسة أو تسعين في المية. بس دي المشكلة الرئاسية ان احنا. احنا خلينا نكلف الاول على السلوكيات الشباب. ليه النهاردة بنشوف الشباب بتنزل المية رغم انه فيه ارتفاع في الموج. رغم انه فيه الاعلام اللي يمكن اتكلمنا عنها. عرفني الاول ايه هو العالم اللي بتحط معناه ايه لما يبقى فيه عالم نونو احمر. انا كمرتاد للشاطئ النهاردة انزل البحر ولا لا? فاهمني السلوكيات دي ايه? عندنا فيه اكواد دولية معترب بها في العالم كله. اللي هي بنقول عليها اسمها الاعلام وادوات الانقاص. من اهمها الاعلام. عندنا تلات اعلام اللي هو اللي هو الاحمر واللو الاصفر واللو الاخضر. دي زي اشارات المرور. زي اشارات المرور. الاخضر بتبقى الدنيا سيف جدا. ودائما احنا بنقول الكرة هيعمل حاجة اسمها سومنجيري او تحديد منطق للسباحة محدش يعديها. ما بعد كده تبقى احضر. تقريبا معظم الشواطئ بتعملها. معظم الاصفر بيبقى فيه موجة عالي شوية. نقدر نستخدم المية وننزل بحزر. العالم الاحمر ممنوع تماما. تماما ان حد ينزل المية ويمكن من ثلاث يام. ليه بقى بيبقى في ايه في المية? بيبقى فيه حاجة اسمها سحب في المية. بيبقى في الموجة عالي. بيبقى الخطر. وبيحصل. ويمكن دي من ثلاث يام الحالتين اللي حصلوا في الساحل. هي كان سببها ان في العالم الاحمر مرفوع. نزلوا بالليل او بالنهار. ايه العالم وفيه تحزيرات ما فيش حد ينزل المية. واحنا عندنا في الاتحاد بنزل لما بيكون فيه الموجة عالي حتى بعيدة عن الاعلام لو حد يشاف العالم. مسافر اليوم ده ما يعرفش يورح في الفترة اللي ما انتهت. وخد نفسه نزل. احنا بنزل ممنوع نزول المية وممنوع استخدام الشواطئ والمفتوحة. او اي حاجة داخل البحر. يعني لما بيبقى فيه سحب. في بعض الناس تقولك انا برفعهم كويس قوي. ده انا كنت سباحة عظيم. انا عايز اقول بالمناسبة حاجة بس انا قبل كده حصلت لي. انا كنت بعوم. انا صغير من ست سنين. وكنت بلعف في نادي سباحة عدت كم سنة كده يعني مش كتير. لكن مش سباحة لكن كنت عندي المعلومات الكافية اللي تخليني انزل المية وعوم. وفي وقت كان فيه سحب. وغزبا عنك عضلاتك بتخونك. انت مش هتقدر تقاوم المية لفترة كبيرة قوي انك ترجع تاني. ايه بيحصل؟ يعني هل اللي حصل معي ده مسلا ممكن يكون بيحصل مع ناس تانية؟ اه طبعا. اه طبعا. بص حضرتك سباح لما ننزل المية اللي بتعرض للغرق ده. المسبحين كتير جدا بيغرق. فكرة اننا ننزل عوم هي سراعة بيحصل بين سباح وبين مية عشان يوصل لزمن معي. فده ده كان بالنسبة كسباح. واحد نازل استجمام في مية. حضرتك فكرة اننا سلم نفسي المية دي كسباح لو عنده السقافة دي مش هيتعرض للغرق. حتى لو فيه سحب. سحب اخدني ودخلني لجوة مش هعمل لحاجة. فكرة ان انا سيب جسمي تماما. وان انا سلم. مقاومش. مقاومش. المقاومة دايما كل ما يبقى فيه مقاومة من الجسم وكل ما كسفت الجسم بزيد كل ما بتعرض حاجة للخطر اكتر. الغرق مختارش مين يستباح ومين يستباح. الغرق بياخد اي حد. بالذات في موضوع السحب حضرتك. في قرية كنت من اربعة ايام اليوم ما حصل في حالة غرق بتاعت بالليل دي. قبلها فترة كان فيه سحب حصل خد 18 بني ادم قدام عنايا. طبوا كويسين. اه كويسين وخرجوا. وما شاء الله المنقذين قاموا بدورهم بكويس قوي. والمنقذين مؤهلين ومضربين بشكل كويس جدا. الفكرة ان احنا دايما نتبع تعليمات المنقذ. لو انا سباح ونزلت المية او انا شخص عادي نزلت المية. حصل دامج او حصل لي المية سحبتني ودخلت جوه. سلم نفسك للمية. خلاص. سيب جسمك تماما وانت الموجة هيخرجك برا. مرة في التانية في التالتة لحد ما يجيلك يا اما منقذ بقى اداة. يا اما هتلاقي نفسك قربت المكان امان لحد ما تخرج. ما بتعرفش تعوم ما تدخلش اكتر من اللازم. خلي دايما يبقى فيه لك طول. ويوم السحب على فكرة. ودي دايما المشكلة اللي بتحصل. حالات الغرق. لو فيه سحب او فيه موجة عالي. حضرتك بتلاقي نفسك على البيتش او على على الرمل من بره لحد النصر. جات موجة بقى حياتك ملكيش طول. الموجة اللي بعدها بقته جوه المية. وده بسبب برضو او دي من ضمن الثقافة. اني بنقولها للشخص يا جماعة لما حد ينزل المية سلم نفسه تماما. ده المنقذ ويتتبع تعليمات ويتتبع اتجاهات اللي بيقوله عليها. ننزل هنا. لأ ننزل. ما ننزلش هنا بقى ما ننزلش تماما. لان دايما بيحصل. احنا دايما بنغز المنقذين يقول لهم تعمل لما يكون في عالم اصفر او عالم احمر بتعمل حاجة اسمها مسحة اول الصبح عشان تتطمن ايه الاماكن واخبار المية ايه عشان تبدأ تعمل تقضي يومك تقول الناس ممنوع النزول او مش ممنوع نزول. طيب احنا غالبا معنا فيديو بيوضح خطورة السحب يعني يا ريت لو نعرضه لو جاهز دلوقتي او لو يعني لو لسه معناش الفيديو خلينا كلم مع حضرتك عني ممكن الدوامات بقى. الدوامات الدوامات الناس كثيرة تقولك لو انت لقيت نفسك في دوامة سيب او بتارد قدامنا دلوقتي. تمام. هو ده. ده 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 اللي بيحصل تماما دلوقتي في البحر. احنا نشوفين دلوقتي عملية. عملية هي عبارة عن امواج امواج. ده ده الشكل اللي احنا بلوه علينا للمنقذين اللي بيحصل تماما الصبحية. منقذين دول بيحصل لهم تدريب تدريب عملي تدريب اسعافات اولية بيتدربوا ده اللي احنا بنادي بيهن كل الكرة السياحية او كل الفنادق او كل الشواطئ ان هي تعمل كده على منقذينهم ان هي تطور باشكال واضحة وصريحة عشان خطرة قدر حافظ على المترددين على مستطعات الماء. الدوامة دي حضرتك دي اللي هي اسوأ حاجة او دي دايما بتحصل مكتين بيقابلوا بعض وبيرجعوا زي اللي بيحصل وقلنا عليه في شاطئ النخيل. تعرف حالك شاطئ النخيل افتتح وشغال السنة دي. بناء على تكليف المعالد للوزير المحافظة الاسكندرية بتكليف للكات السامح رئيس للاتحاد وتعامل معاينة وتعامل ارشادات تعامة كيفية استخدام الماء اللي هناك. وكان دايما هي دي المشكلة دايما مكتين بيقابلوا بعض اخباطوا ببعض يرجعوا يعملوا كارنت في النص ودي دايما هي اللي بتحصل. او ما فيش بنقول على اسمها غسالة بتحصل. غسالة في البحر. دي ده ده لفظ عام. بس هو ده اللي بيحصل ان دايما الميا بتعمل دوران حركة دورانية. اي حد بتنزل بتاخده بتلفي بيه لحد ما بتدخله جوه. ودي حاجات اساسية اللي احنا بيقول دايما يا جماعة اللي نتابع ارشادات المنقذ. لو بعد الشر حد تعرض لدوان ما بيقولك. نفسك تماما للميا هو الميا هتوصلك لو حد امان لحد ما تلاقي نفسك اما تخرج برا اما تلاقي حد لحد ما يجي لك. لكن المقاومة هي سبب الغرق اساسا. ما نقومش. هل المراقب النهاردة او المنقذ من حقه ياخد اجراء ضد الحد المتهور. يعني النهاردة فيه شاب لسه يعني اوائل عمره وقرر انه ينزل البحر ايا كان بقى العلم المحتوط قدامه. فانا هنزل وخلاص واللي يحصل يحصل. هل النهاردة المنقذ عنده سلطة معينة يوقف الشاب ده عند حده مثلا او اي حد. والله بص احنا عندنا عندنا دبيت جامد جدا في الحتة دي. حتة المنقذ يبقى له سلطة رضعية على شيء معين. حضرتك عندنا سلطة في الشباب والرياضة عن طريق الدكتور عشرة في الصبح موجودة. عن طريق في النوادي او او مراكز الشباب. الدكتور عشرة في الصبح من اكتر الناس دعامين للموضوع ده. ولو في اي ريبورت او اي حاجة بتيجي عن نايدة او عن مركز شباب لما يجي يقول انه فلان او او علان. في بعض الكرة كويسة. بيبقى عندهم حاجة اسمية quality control اللي بوجود. بيبلغ ده فلان فلان ما بتتبعش التعليمات. بياخد اسمه بياخد رقم اليونت بتاعته بيديله فيليشن. ايا كان دي موجودة. لكن مش في كل الاماكن الحقيقة. مش في كل الكرة ومش في كل الفن. هل ده بيحصل؟ احنا عايزين دعم من مزارة السياحة للموضوع ده. عايزين دعم من 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 المكتبات العمرانية. عشان السحل الشمالي يدعمونا اكتر عشان الموضوع ده. احنا مش عارفين. حياتك لما احنا كالتحاد غوص بروح نقول لك قرر ده ارشادات وتوجهات. فيه لازم تستقبلنه وفيه لازم ما بتستقبلناش. ما بتستقبلناش مع العلم. ان دي اختصاصات الفنات بتاعتنا. احنا عايزين ندي ثقافة للإدارة. يا جماعة عشان نحافظ على رواح الناس بتوعك. فلكن دي بتبقى شوية مشكلة مابلة. طيب النهارده برضو بنشوف من التصرفات وسلوكيات الغلط. انه ممكن اكون انا بشوف حد مثلا قدامي بيغرق. فقرر ان انا سباحة وانزل انقذ الشخص ده. او الحد اللي بيتعرض للغراء. هل النهارده فيه حد مؤهل ان هو يعمل ده حتى لو هو شاطر قوي بيعوموا كويس قوي. ولا لازم يعني اتجه للموقز. هو مهارات السباحة مختلفة تماما عن مهارات الانقاذ. لكن بتربطهم ازاي بيتعامل مع السائل المائي بتعامل معه السطح المائي. لو حضرتك حد عنده ثقافة طالما الموقز مش موجود ومحدش نزله. واحد احنا عندنا عمل انساني موجود احنا كمصريين عمل محترم جدا وحاجة كويسة جدا. لو لايت حد بيغرق بيعرف يوم ما بيعرفش هوم دايما بتحصل. بينزل جيب اللي بيغرق. ياللي اتنين يغرقوا. ياللي اتنين يطلعوا. وده حياتك دايما امثلة كتير جدا. لكن انا لو عندي ثقافة عارف اتعامل مع الشخص. وما فيش منكس ما ما فيش ما يمنع يعني. وبعض الامهات كمان بتلاقي ولادها بيعرفوا يعوموا كويس مثلا او بيروحوا. السقة زايدة. السقة زايدة دايما بنقول لك سبب من ضمن اسباب الغرق السقة زائدة. لكن بيروح التمرين المهتم بالموضوع ده بيروح السباحة بيروحها عنده فرقة او عنده. اللي اللي بيبقى مسئول مسئولة كاملة عن عن حالة صحية للسباحة وغيره. هو المدرب والمنقذ الموابول مش الام. ودته بقى التمرين قاعدت معاه او ما عادتش معاه فده مسئولية المدرب ومسئولية الجهاز الفني اللي بيشتغل. لكن لو احنا في البحر. لا. يبقى برضو احنا كالام واولاية الامور يبقى قاعدين قدام اولادهم. ودايما عينينا على المنقذ وعينينا على اولادنا. لو في اي حاجة حسيت ان ابني اتعرض لخطر. بسرعة بنبه المنقذ لو مش اخد باله. او بنبه اي حد يقدر يساعدني لو احنا على الشواطئ على اماكن المفتوحة. بينينا عن التدريب. التدريب كده 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 ماناش علاقة بيه. هو مدرب بيهتم بيه. مدرب بيبقى شايل مسئوليته. لكن في البحر. وليه الامر بيبقى لا طبعا له دور كبير جدا مشايل مسئولية. مع الشخص الحارس على الحياة اللي موجودة. هل بنشوف بعد القرى يمكن بتستسهل شوية ومتغيرش الاعلام مثلا? زي ما فيه كرة بتستسهل ما وتحطش منقذ اصلا. فالاعلام دي احنا بنشوفها في حوالي 60-70% من القرى السرعة. القرى محترم. فيه كرة محترمة جدا. بتهتم منقذ. اعداد موقذين بزيادة. والموقذين موجودين صبح وليل? الاغلبية 90% او 99% بيسيب اللي هو اللي بيشتغل بالليل. ما ينفعش يشتغل الليل ونهار. بيشتغل فترة معينة. مساء من الساعة. مش شروع الغروب. احنا بقول مش شروع الغروب. ساعة تسعة صاعة عشر الصبح لحد الغروب. وبعد كده بيسلم مكانه الامن. ده في الاماكن المحترمة اللي بتحافز على او بيحافزوا على او بيحافزوا على بتاع الكرة الصحية او الفنادق. الفنادق 90% وتسعة ساعة في المياه بيعمل كده. على طول بيسلم الأمن بيمشي أو الليفوغرد بيمشي بيسلم الأمن ببسول حد الصبح الصبح بيسلم منه الليفوغرد وهكذا بيحصل كرة سحية来 فيه كرة سحية بتعملش أي حاجة من الكلام ده خالص والله بيبقى لا فيه ليفوغرد ولا فيه أعلام ولا فيه أي حاجة بحاجات دي ولا فيه حتى توعية بيقول الناس ممنوع فيه كرة محترمة ممن înكرش برضو كتير برضو كرة كبيرة معروفة في الساحل أو غيره بيبقى مهتمة جدا بيوفر منقذين بأعداد كفاية بيوفر ألوات إنقاذ تسعفه بيوفر عربيات إسعاف دايما موجودة في النقطة الخطر أو مش غير النقطة الخطر يعني فيه قرية أنا يمكن موجود بشبه متواجد فيها بفترة طويلة دايما عربيات إسعاف في حطين ناس كوالاتي كنترول يساعدوا الليفجارد حطين ناس بيبقى مسؤولة سيكيريت بساعدوا الليفجارد بيبقى دايما بيوفروا كل السبل عشان يأمينوا مسطحات الباك طب حريك بما إنك مزير الفني للإنقاذ النهارة لما بتنقذ حد من الغرق غريق بتعمل إيه؟ يعني إيه أول خطوات اللي بتقوم بيها عشان تنقذ الشخص ده؟ عندنا حاجة اسمها خطوات الإنقاذ ودايما بنيديها في دورات تدريبية للمنقذ اللي يعملها لازم يعمل زي طبيع أي بشرة لو شاف حد حد شاف حد بيغرق مش منقذ بيعمل إيه؟ أول حاجة بيعمل بيسايح بقى يقول يا جماعة فيها غريق غريق مش ده اللي بيحصل مش ده ده اللي بنقوله احنا بنقوله المنقذ نبه إيه عملش تتخدم قلة التنبيه أداء من أدوات الإنقاذ ثم بعد كده اختار الطريقة الأسهل والمسلة إن هي ينزل بيها وأقرب طريقة والأسلم ينزل بها للغريق ثم بعد كده بيمسك الغريق ويسحب الغريق ويخرجه ويتعامل معاه أشكال الغرق أشكال الغرق أو شكل الغريق ممكن منطلع غريق وعي وكويس ما فيش مشكلة ممكن منطلع غريق فاقد وعي بس عنده نفس ونبض ممكن منطلع غريق ما عندهش لنفس ولا عنده نبض ده بنعمله حاجة اسمها سي بي آت أو بنعمله انعاش قلب وراءة الحين وصول الإسعاف ومتاخده بعد كده بتنفاصل تماما يرجع يكمل عمله وبعد كده الإسعاف هو اللي بيكمل بقيت الشغل التالي طيب نصايح حضرتك بقى المرتدي الشغلات الصيفية ايه هي يعني خلي بالكم مثلا لو في موجة شكله عامل ازاي ما تنزلوش البحر في فئة كرة موجود فاها منقذين وفي فئة ما فاهاش منقذين الفئة الاولى لما فاهاش منقذين دول اقصر عرضة لفوجدان الحياة دايما بنختار الاماكن اللي هي ما بقاش فاها شكل الدوما اللي اتعرضت من شوية بيبقى فاها موج الموضوع بيبقى سندي تماما او بيبقى الميا ما فاهاش اي مشكلة خالص ما فاهاش موج لو في الموج عالي انت حضرتك شايف اللي بتوعف على الرملة من برة وتيجي الرملة بتغطيك بشكل معين على طول تماماً تبعد على المية. لو الدنيا كويسة هي بطلعة نازلة في محيط اللي هو مثلاً من الوص الفوق لتحت. ما بتعديش تحدي فوق ده. دي نقدر نستخدم مية عالية ما فيش مشكلة خالص. بس برضو دايماً طالما انت مش متمكن من نفسك. وما بتعرفش تعوم. ما تدخلش جوا خلي دايماً يبقى ليك رجل اللي انت وايف عليه. لو بتعرف تعوم في قرية ما بفقاش منقذين. ما تستعرضش عضلاتك. حضرتك بتبقى. ودي دايماً مشكلة بتحصل. بيعرف يعوم. يلاقي نفسه بيعوم. بلاقي نفسه في وسط البحر. بلاقي نفسه تعب. بلاقي نفسه مش عارف يخرج خالص. وده بيحصل لحالة إنهاك إنه مش قادر. في الصنف الثاني اللي هو الكرة اللي موجودة في المنقذين ومحترمة. دايماً الحل الوحيد ان انت تبقى في أمان. ما تعدش منطقة المحيط. لليه تحديد منطقة السباحة. واتتبع تعلمات المنقذ دي الأساسية في أي حاجة. تعددت أسبب الغرق. والسبب الرئيسي اللي هو عدم اتباع تعلمات المنقذ. ليه دايماً بنلاقي حالات الغرق في فيسكندرية أو في الصحل الشمالي. ليه يعني يعني. يعني مثلاً ممكن ما نسمعش عن الحالة. نسمع عن حاجات مختلفة. بساً في بحر زي البحر الأحمر. بس ليه دايماً الموج بيبقى عالي في اسكندرية وصحل الشمالي. بحر مفتوح بحر متوسط موجو معروف. عندنا أيام خلال الشهر دايماً بنقول مثلاً متوسط. الشهر العربي بيبقى في الموج عالي في البحر متوسط. نحن عارفين البحر الأحمر مساحته مش كبيرة زي البحر متوسط. بس مايته دايماً زي محرك بتقول سندي كده. سندي تماماً. مفيش موج مفيش زي البحر متوسط. فدايماً حالات الغرق لحد ما بتكونش كتير بتكون أقل. دايماً حالات الغرق في البحر الأحمر بتكون في حالة السباحة أكتر من البحر. لكن البحر متوسط بتكون حالات الغرق موجودة في البحر أكتر بكتير عشان خاطر البحر مفتوح وبحر كبير يعني دكتور هشام ربيع المدير الفني لانقاذ بالاتحاد المصري اللي غصفتنا جداً النهاردة. خطر خير. نتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا من يمكن الإرشادات والتحذيرات اللي احنا قلناها. ما تنزلش المياه لو شايف العلام سواء الأحمر أو الأصفر موجودين زي إشارة المرور موضوع سهل أخدر تتعامل براحتك الأصفر خلي بالك عشان الموجة عالي الأحمر ما تنزلش المياه تماماً الأمهات خلوا بالك من أولادكو كويس عوي عشان يعني بعد الشر ما حدش تتعرض لغرق متكلمنا عن مبادرة رئاسية مصر بالغرق كل شكر لك يا دكتور على وجودك معنا. أنا متشكر على حضراتك متشكر لجميع الأعضاء برنامج متشكر على فكرة أنه احنا وصلنا أنه فيه ناس بتجيب وتبحث على موضوع شهر جداً. الموضوع مهم جداً للمصريين في الفترة اللي احنا فيها. مهم جداً نسمع كلام المنقذ. ده ده أساسي ودي أكتر والسبب ندوم لأسباب الرئاسية للغرق شكراً يا دكتور.